وينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن مدير برامج الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام سرهنك حما سعيد سيد سرهنك أرحب بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية يعني بعد عملية عسيرة تم تمرير كابينة الكاظمي برلمانيا برأيك ما هي أبرز التحديات القادمة التي ممكن أن يواجهها الكاظمي نعم تحية طيب لك ولمشاهدين الكرام خطوة جيدة ومهمة إعطاء الثقة لحكومة السيد الكاظمي لبداية الخروج من الأزمة السياسية بالعراق ومن الملفات الأساسية التي من الضروري أن يتعامل معها في مستوى الداخلي هو جائحة كورونا بنجانة بالصحي والوضع الاقتصادي الذي تعقد كثيرا نتيجة هبوط أسعار النفط وثالثا موضوع مطالب الشباب المتظاهر في العراق الذي هم مطالب في الإصلاح وأمور أخرى وأيضا على ملف الأمن وملف إكمال المشوار في محاربة داعش وملفات صعبة مع إقليم كردستان في نحيث الميزانية والمناطق المتنازع عليها هذه أمور داخلية ولكن في الوضع الخارجي أيضا النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران بالمنطقة الشرق الأوسط وعلى أرض العراق من الملفات الصعبة التي سيضطر التعامل معها لكن يجب أن نكون واقعين أيضا بأنه سيد الكاظمي هو صحيح دور رئيس الوزراء مهم وشخص رئيس الوزراء مهم لكن التعامل مع هذه الملفات دور الطبقة السياسية ضروري أيضا وفي فترة متبقية لحكمه سيكون يجب اختيار بعض الأولويات من هذا سيد سارهانك كيف نستطيع أن نفسر دعم كل من إيران والولايات المتحدة لتسنم مصطفى الكاظمي أثقى كرئيس للحكومة العراقية كلا الطرفين على ما يبدو سعيدين بتسنمه هذا المنصب هذا بالإضافة إلى تمديد الولايات المتحدة لاستيراد العراق للطاقة من إيران لمدة إضافية في قرار مفاجئ بعد أن كانت أن مددته شهر واحد فقط نعم كل البلدين لهم مصالح استراتيجية في العراق تدهر الوضع في العراق لا يخدم مصلحتهم في نهاية المطاف لو استمر التعقيد السياسي والتظاهر وتردي ملف داعش وملف الاقتصاد فكان فيه ضرر لكل يعني الولايات المتحدة لا تود أن ترى العراق يذهب أكثر إلى تحت تأثير الإيراني لا يودون عودة داعش وتعامل مع هذا الملف وبالنسبة لإيران أيضا العلاقة ما بين العراق والولايات المتحدة كانت ذاهبة باتجاه سلبي إلى حد التهديد بالحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية للعراق ونعرف بأن إيران لها مصالح اقتصادية بالعراق خصوصا بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة وأيضا المواجهة العسكرية في المنطقة ليس في خدمة الاثنين في البلدين فبعد محاولات سابقة فاشلة كان اختيار السيد الكاظمي يأتي بالحل الوسط طيب هناك سيد سرهنغ كانت دعوات لإخراج القوات الأمريكية مؤخرا إلى أن تمرير حكومة الكاظمي وترحيب السفارة الأمريكية بهذه الحكومة مقدر هذا الترحيب كيف سينعكس على المباحثات التي من المقرر انعقادها في حزيران ما بين الجانبين الأمريكي والعراقي والتي من ضمن المسائل التي من المفترض أن تناقش خلال هذا الاجتماع إخراج القوات الأمريكية نعم حكومة جديدة في بغداد أكيد يسمح بأن الفتح صفحة جديدة في العلاقات مع واشنطن بعد التشنجات التي كانت موجودة في أيام السيد عادل عبد المهدي والذي لم يكن متعلق بشخصه وإنما بملفات كانت واشنطن تطالب الحكومة العراقية بالحركة فيه مثلا الهجمات التي حصلت على القواعد التي فيها جنود الولايات المتحدة والتحالف الجمعة للسفارة وملفات أخرى فهذا أدى إلى ابتعاد بالعلاقة والتشنج لكن مع الحكومة الجديدة والحوار القادم الاستراتيجي ممكن للحكومة العراقية والولايات المتحدة التعامل البراغماتيكي مع هذه المشاكل وهل تعتقد بأن الولايات المتحدة ستقدم مزيد من الدعم المادي واللوجستي للحكومة العراقية الجديدة؟ الولايات المتحدة ستقدم لكن في ضمن الأساسيات والأهداف التي تنشدها بالعراق الأهدافها أن يخرج الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمن في العراق من تحت ما يروه بتحت سيطرة أو نفوذ إيراني ثانيا يودون الاقتصاد العراقي أن يتحرر من الاعتماد في موضوع الكهرباء ومواضع أخرى من الاعتماد على إيران يودون الملف الأمني أن يسيطر عليه وبرأيك هل الكاظم يمتلك مقومات السيطرة على هذه المواضيع الأمنية منها والسياسية والاقتصادية؟ هذا يعتمد على دعم الطبقة السياسية والقوى السياسية الأخرى لهذا في بداية كلامي أنا ذكرت بأنه شخص رئيس الوزراء ومنصب رئيس الوزراء مهم لكن القوى الأساسية العراقية هم الذين سيمكنوه أو سيعرقلون عمله في النجاح في مشوار جديد مع الولايات المتحدة لتكون داعمة وليس في خطر العقوبات الاقتصادية ومع إيران أيضا إيران جارة مهمة وكبيرة للعراق في مصالح مشتركة اقتصادية أمنية اجتماعية وإلى آخره لا يمكن العراق أن يعادي فالمنهج الذي طرحه السيد الكاظمي بأن يكون جزء من الحلول وليس الأزمات يعني كإطار فكري جيد وأشار بأن الحكومة الحالية هي حكومة حل وليس حكومة أزمات ولكن سيد سرهنك في بداية حديثك ذكرت بأن تردي الوضع في العراق ليس من مصلحة إيران ولا حتى الولايات المتحدة والولايات المتحدة تهتم أكثر للتدخل الإيراني بالإضافة إلى ملف داعش أركز على ملف داعش هنا بعض المراقبين قالوا بأنه التحالف أو قوات التحالف وخاصة القوات الأمريكية أوقفت الدعم العسكري والتقني خلال الفترة الأخيرة لمحاربة داعش في بعض المناطق أي تحت عنوان إعادة التموضع ولكن البعض فسر هذه الحركة بأنه ورقة ضغط تستخدمها الولايات المتحدة لتمرير حكومة الكاظمي هل تتفق مع هذا الرأي وهل تتوقع بأنه عمليات الدعم العسكري ضد داعش ستعود من جديد؟ نعم بأكثر من سنة من قبل كل هذا الكلام كان في العراق وحتى في سوريا في نظريات بأنه الولايات المتحدة ستأخذ هكذا خطوات للضغط على الطرف الفلاني أو ذاك يعني هذه على الأرض عمليا بكوادر أمنية عراقية ودولية يعترفون باستمرار خطر داعش يعني هذا موجود ثانيا موضوع القدرات العراقية باعتراف كوادر عراقية يحتاج إلى دعم دولي لتكملة هذا المشوار ثالثا صحيح أنه كانت هجمات حصلت على القوات الأمريكية فأن تعيد تموضع قواتها للمحافظة على قواتها هذا شيء طبيعي وحصل موضوع جائحة كورونا ليس في العراق فحسبه إنما حول العالم أدى إلى كل الحكومات والقوات العسكرية إلى اتخاذ تدابير لحماية نفسها فهذه التدابير المنطقية هل ممكن أن ينظر إليها في السياق التشنجات التي كانت موجودة ما بين إيران والولايات المتحدة وما بين عراق والولايات المتحدة أيضا نعم ممكن لكن الأهم هو ما يأتي بالقادم العراق لا يزال يحتاج إلى دعم الولايات المتحدة والدول العالم المجتمع الدولي للتعامل مع الملفات الصعبة في حرب داعش في جائحة كورونا وموضوع الانتخابات أيضا الانتخابات نزيهة وحرة ممتنة كثيرا على حضورك معنا عبر سكايف من واشنطن مدير برامج الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة لسلام سارهنك حمامين سعيد عفوا شكرا جزيلا لك